السلام عليكم عزيزاتي أعزائي أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة أهلا بكم في حصة جديدة من مادة النشاط العلمي درسنا اليوم تحت عنوان مماذا يتكون سطح الأرض صفحة مانون من الكتاب المدرسي لكن أذكركم أنه عليكم إيقاف الفيديو عند الضرورة كي تتمكنوا من الإجابة عن الأسئلة المطروحة فيه بالنسبة لحصة اليوم هدفنا هو كالتالي تعرف أن سطح الأرض يتكون من الماء واليابسة بنسب مختلفة إذن كالعادة نبدأ بوضعية الانطلاق ماذا تلاحظون أعزائي في الصورة الأولى؟ مهلة للتفكير نعم توضح الصورة جزءا من الكرة الأرضية جزءا فقط من الكرة وكما تلاحظون أن هناك جزءا الماء واليابسة إذن بالنسبة للجزء البرتقالي المشار إليه بالسهم أي اليابسة فهو يمثل مساحة بلادنا المغرب ويتكون من تداريس مختلفة كالجبال مرتفعات سهول تلال وسحاري فيما يغطي جل مساحة المياه على سطح الأرض المياه البحار والمحيطات المالحة ولا تشكل المياه العدبة إلا جزءا يسيرا جدا مقارنة مع المياه المالحة وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن نسبة مساحتي كل من الماء واليابسة على سطح الأرض إذن كم يشكل كل من الماء واليابسة على سطح الأرض؟ فكروا قليلا الآن عليكم سياغة بعض الفرديات للإجابة عن هذا التساؤل فكروا جيدا نعم إذن تفوق نسبة المياه بكثير نسبة مساحة اليابسة على سطح الأرض تفوق نسبة مساحة المياه بكثير نسبة مساحة اليابسة على سطح الأرض وللتأكد من صحة الفردية سننجز أنشطة الكتاب المدرسي إذن لدينا صورتين كما تلاحظون الصورة الأولى فهي عبارة عن مجسم للأرض وهو عبارة عن مجسم مصغر للكرة الأرضية تلاتي الأبعاد ويتم استخدامه كنموذج لكوكب الأرض أما الصورة إثنان صورة حقيقية للأرض تم التقاطها عن طريق الأقمار الإصدناية لاحظوا أن اللون الأزرق يمثل المساحة أو مساحة الماء يغطي سطح الأرض أما بالنسبة للألوان الأخرى كالأصفر والأخضر فهي تمثل مساحة اليابسة على سطح الأرض وكما يتضح من خلال الصور أن السطح الماء أكبر بكثير من سطح اليابسة أي ما يعادل ضعف المساحة الممثلة وبعد مقارنتنا لسطحي الماء واليابسة سنقوم الآن بإنجاز التمرين الأول نقرأ السؤال أملأ الفراغ بما يناسب اليابسة أكبر بلا شك أنكم توصلتم إلى الإجابة الصحيحة نعم أنجزوا التمرين بعدها تابعوا مشاهدة المقطع نعم إذن سطح الماء أكبر من سطح اليابسة حسن جداً على الكرة الأرضية إذن في الكرة الأرضية توجد جزءان اليابسة والمياه إذن الجزء الأكبر فهو للماء مقارنة مع اليابسة ويقدر أو يقدر العلماء أن سطح الماء أكبر مرتين من سطح اليابسة على الأرض ننتقل الآن إلى استخلص نعم الاستخلاص أملأ الفراغات بما يناسب اليابسة الماء سطح نعم سوف نقوم بقراءة الاستخلاص أولاً بعدها نفكر في الكلمات في مكانها المناسب فكروا قليلاً نعم يتكون سطح حسن جداً يتكون سطح الأرض مماذا يتكون سطح الأرض؟ نعم يتكون سطح الأرض من اليابسة ومن الماء سطح أي سطح هو أكبر من سطح اليابسة بمرتين؟ إذن نعم سطح الماء سطح الماء هو أكبر من سطح اليابسة بمرتين حسن جداً حسن جداً إذن نعيد قراءة الاستخلاص يتكون سطح الأرض من اليابسة ومن الماء سطح الماء أكبر من سطح اليابسة بمرتين نعم ننتقل الآن إلى تمرين استثمر إذا كان سطح اليابسة والمياه العدبة على الأرض هو ألف جزء انتبهوا جيداً عندما نقول المياه العدبة أي أنها ليست مياه البحار والمحيطات التي ذكرناها أول الدرس بالنسبة لمياه البحار والمحيطات قلنا أنها تمثل ضعفي مساحة اليابسة على سطح الأرض أما المياه العدبة فهي تمثل نسبة صغيرة جداً من المياه الموجودة على سطح الأرض إذن أكمل السؤال أحسب سطح المياه العدبة إذا علمت أن سطح اليابسة يمثل تسعمائة وخمسة وسبعون جزءاً نعم إذن للإجابة عن هذا السؤال يجب أن أقوم بعملية إذن سنقوم بطرح تسعمائة وخمسة وسبعون جزءاً من ألف جزء وتساوي خمسة وعشرون جزءاً إذن تمثل المياه العدبة على سطح الأرض خمسة وعشرون جزءاً من الألف نعم إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هالفيديو لا تنسوا كتابة الدرس بعد إعادة المقطع نلتقي في ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر